اطلقت جمعية النقل السياحي حملة لاستقطاب السياح إلى أهم المواقع السياحية والأثرية في المملكة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وقال رئيس جمعية النقل السياحي مالك حداد إن المملكة تشهد تراجعا في الحركة السياحية الأجنبية منذ بداية عام 2011 إلى ما دون نسبة 50% خاصة في مواسم الذروة السياحية المعتادة مما كبد شركات النقل السياحي خسائر تقدر بنحو 10 ملايين دينار وأوضح أن الحملة هدفها تعويض النقص في السياح الأجانب وتعريف المواطن الأردني على المواقع السياحية الداخلية خاصة أن الأردن يحتوي على ما يزيد على 20 ألف موقع سياحي نحن كجمعية كمان فكرنا في أجاد حلول ثانية لاستقطاب السياح الأجنبي بتعويضها في السياح الداخلي فنحاول قدر الإمكان أن نعوض هذا النقص في السياح الأجنبية بتعريف المواطن الأردني على المواقع السياحية وعمل رحلات سياحية حيث أن لدينا أكثر من 20 ألف موقع سياحي في الأردن الآن لدينا حمل في العيد الأضحى المبارك إن شاء الله كل عام الجميع بخير على جميع المواقع مادة بانيبو البحر الميت العقبة البترة غابات برقش هذه المناطق الجميلة اللي بيزخر فيها أردن وإن شاء الله في إقبال ملحوظ بخلال الفترة هاي على هذه الرحلات ونتمنى أن تنجح ونعرف المواطن الأردني على المواقع السياحية والأثرية والطقس الجميل الخاصة بتميز فيه